اشتركوا في القناة ربنا اراد ان هو يكرمنا على ايد الدكتور طارق بعد 17 سنة فاجبنا منه والحمد لله جينا لتاني مرة عنده هنا عملنا اول مرة ربنا ما ارادش عملنا تاني مرة ربنا الحمد لله اراد بمولوده ان شاء الله يعني على اديه ونحمد ربنا الحمد لله تقول ايه النهاردة للجمهور بالنسبة لنا حضرك بسم الله ما شاء الله هتدخلي بعد 10 دقائع وربع ساعة للولاد اقول لهم والله ما تيقسوش والبركة في ربنا والدكتور طارق وانا يعني انا لفيك كتير قبل ما اجيب منه وجيبتي منه بعد هنا بقلي 8 سنين وجيت عملت يوم اربعة عشرة يعني عم نول محصلش نصيب فعملت 13 وزرحت 13 واحد اللي فات والحمد لله يعني ربنا كرمنا واجيين ان شاء الله يعني ولدنا انا مش عايز عارك حضرتك يعني حضرتك لفتي حضرتك بتقولي من 8 سنين جبتي ربنا كرمك بي منا طب قبل قبل بعد 17 سنة يعني نعرف من حضرتك كده ان كنت مرة لفتي برة 9 سنين اه لفيت اه حصل حان قبلي كده برة ولا لا محصلش فلما جينا يعني ربنا اراد وعملنا ربنا كرمنا من اول مرة وجيبتي منه وان شاء الله بقى يعني تاني مرة زي ودنا دخلين في العمليات وهنشوف الحالة على الطبيعة تقدم التاري بشوفه على حضرتك ابتسامة بالذات للسن الكبير دوت لما بيجي والحضرتك بتمشي بمنهج وعلم معين وطبيعة معينة بشوفه على حضرتك ابتسامة جميلة كيف لان الناس دي دي حالات صعبة والناس دي للاسف ضيعوا حياتكم او لفوا في مراكز كتير اوي او راح او ماجي كتير اوي او مشي وغلط وفي الاخر يعني بيبقى فرصتهم قليلة لان العمر تحدي كبير والفرصة الطب وضيئة عندها قليلة وبقى فرصتها انها يحصل حمد لان فرصة قليلة اوي فلما الواحد الحمد اللي بيحق نجح معها بيحس انه عمل لها حاجة ربي عطاني فرحتي عطاني الحلوة بنيتي داها عمري ودنيتي محفوظة من دين شب بالنسبة لي هذه السنة احلى سنين العمر فيها الفرح ويا الهنى في كل لحظة يمر ربي عطاني فرحتي كيان قلب بنيتي يبدأها عمر ودنيتي محفوظة من كل شب ربي عطاني فرحتي كيان قلب بنيتي يبدأها عمر ودنيتي محفوظة من كل شب